أهلا وسهلا بكم أصدقائنا ومتابعين الأعزاء موضوعنا النهاردة عن خبر أحزننا جميعا بالأمس وهو وفاة عريس السماء كيرولوس شحاتة قبل زفافه بساعة واحدة فقط ولفظ أنفاسه الأخيرة ببدلة الفرح كيرولوس شحاتة شاب عنده 26 سنة رياضي حاصل على شهادة معتمدة بإنقاذ الغرقة احتفل مساء يوم الأحد 10 يناير 2021 بليلة الحنة بتاعته توفى يوم الاثنين 11 يناير 2021 الساعة 4 عصرا قبل فرحه بساعة واحدة لأن فرحه كان متحدد له في الكنيسة الساعة 5 مساء استيقى سكيرولوس يوم الاثنين صباحا كان فرحان جدا كان البيت مليان بالورد والزينة والزغاريت ابتدى أهله وأصدقائه وصحابه يهلوا واحد وراء الثاني وكان بيعانقهم وهو فرحان وكان بيتأهب لحضور حفل الإكليل بتاعه في الكنيسة الساعة 5 مساء حصلت الفجاعة الساعة 4 عصرا حيث فارق كيرولوس الحياة مما أصاب الجميع بحالة من الصدمة والزهول وقد بكاه الجميع متأثرين برحيله المفاجئ في يوم زفافه وقبل صلاة الإكليل بساعة واحدة فقط عاش أهالي قرية بني سعيد التابعة لمركز أبو أرقاص جنوب محافظة المينيا لحظات عصيبة جدا وحزينة ومؤلمة على فراق الشاب كيرولوس الشحاتة الذي يؤكد الجميع أنه كان يتمتع بالخلق الرفيع ويحظى بالاحترام كما أنه كان محبوبا من الصغير قبل الكبير ومعروف عنه الشهامة والقرم ولا يتوانى عن مساعدة الآخرين كما أن أسرته تحظى بحب واحترام جميع أهالي القرية كتب عدد من أصدقاء كيرولوس وأيضا عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبارات صعبة ومؤسرة كلها مواساة ونعي ورساء للشاب كيرولوس الشحاتة مؤكدين صدمتهم فور تلقي خبر وفاته في يوم زفافه ومن دمن العبارات إحساس صعب قوي على أسرة تستعد لفرح ابنها وتأتي الفاجعة بالوفاء من دمن العبارات أيضا ليكلل في السماء كيرولوس سافر السماء النهاردة قبل الإكليل بتاعه بساعة واحدة صلوا من أجل أهله وكتبوا كمان ليه ما راحش من سنة ولا اتنين غرقان وهو بيحاول ينقذ حد مثلا ولا حتى راح في الوباء اللي معظمنا خايف منه ليه أهله ياخدوا عزاء بدلا ما يتلقوا التهاني بفرحة حال عرسته إيه دلوقتي؟ الرد الوحيد لمثل هذه الأمور الصعبة هي آيات الكتاب المقدس لكل شيء زمان ولكل أمر تحت السماوات وقت للولادة وقت وللموت وقت سفر الجامعة إصحاح ثلاثة عدد واحد واثنين وأيضا يالعمك بين الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا رسالة معلمنا بوليس إلى أهل رمية إصحاح 11 عدد 33 و34 لأنه هو يجرح ويعصب يصحق ويداه تشفيان سفر أيوب إصحاح 5 عدد 18 أكيد ربنا لي حكمة في هذا الاختيار ربنا اختاره عشان يتكلل في السماء أجمل مكان مع السلامة عريس السماء كورولو الشحاتة صلوا من أجل أسرته ربنا يعزيهم ويصبر قلبهم على حمل التجربة الصعبة ويصبر خطبته اللي كانت هتكون مراته في أهل من ساعة مع المسيح زاقة أفضل جدا أخيرا في انتظار دعمكم للقناة بالضغط على لايك وعلى شير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم باستمرار كل الفيديوهات الجديدة للقناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر